الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام O quarto pilar da fé é a fé nos profetas e mensageiros نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون que eles são servos e não são adorados ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام e os mensageiros não devem ser desmentidos وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وعوحى إليهم وأيدهم بالآياد ونشهد أنهم أدوا الأمانة تمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أدوا الأمانة يعني الله سبحانه وتعالى تمنهم على أداة الرسالة فأدوها أكبر أداة então eles cumpriram e com aquilo que lhes foi concedido que foi uma conseguiram cumprir com essa confiança que Allah lhes concedeu ونصحوا الأمة أكبر نصح كان من الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام e aconselharam as nações da melhor forma possível وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغي وبذلوا غاية الجهد وكل ما أتهم الله سبحانه وتعالى في تبليغ هذا الدين e fizeram todos os tipos de esforços da melhor forma possível daquilo que Allah lhes enviou como propagadores أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام e o primeiro profeta foi آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام e o segundo o primeiro mensageiro foi نوح عليه السلام خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام e o selo dos profetas é o profeta محمد كل من يدع النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هو كاذب وكافر كفران أكبر e todo aquele que chamar para a profecia depois da morte do profeta صلى الله عليه الصلاة ele é descrente e é mentiroso